موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد حلقة اليوم نخصصها للحديث عن علو الإسلام وسيادته من خلال تسليط الضوء على هذا المفهوم وأدلته الشرعية وإذا ما كان هناك أدلة عقلية وكيف ينعكس علو الإسلام على ذهنية المسلمين وخصائصهم العامة أفراد ومجتمعات أفرادا ومجتمعات للحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيف الحلقة الدكتور وصف عشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية أهلا وسهلا بكم دكتور وصفي في هذه الحلقة طبعا علو الإسلام وهيمنته وسيادته لابد أن نوضحه بشيء من التفصيل لكن قبل ذلك ربما هناك مسلمون كثر يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ولا يغتبون ويغضون بصرهم هل هذا الإسلام يعني يجب أن نوضح ربما من نافلة الأمر أن نوضح معنى الإسلام هل هو هذه الفرائض فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وآله وبعد الإسلام هو دين الله الحق الذي أرسله عبر أنبيائه ورسله عبر التاريخ ختاما بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو عقيدة تنبثق منها شريعة وهذه الشريعة تنتظم شؤون الحياة جميعا لتحقيق مصلحة العباد في الدنيا والآخرة والمسلمون يقابلون هذا الفضل الإلهي والمنى الربانية بأن يستسلموا لهذا الدين فالله تعالى أنزل هذا الإسلام كعقيدة تنبثق منها شريعة هذه الشريعة تنظم كل شؤون الحياة لتحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة الناس كل الناس والواجب على الناس أن يستسلموا لهذا الإسلام ويدخلوا فيه جامعا يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة أي في الإسلام كافة هذا هو المعنى الإجمالي لكلمة الإسلام إذن ليس فقط شعائر وعبادات وإنما تصورات وأفهام الإسلام جاء ليقود حركة الحياة لينظم شؤون هذه الحياة في كل جنباتها سياسية واقتصادية وإدارية وتربوية وتعليمية وفكرية وكل ما يتصل بالرقال والنساء بالشباب والشيب حتى يعني يرصد حركة الإنسان ويشرع لها تدابير قبل أن يولد وهو جنين في بطن أمه إلى بعد أن يفارق وجه هذه الحياة بعد الموت فالإسلام يعني في الزمان وفي المكان والإنسان عمقا وشمولا وخلودا وأبدية وهذا يستدل عليه من الكتاب ما فرطنا في الكتاب من شيء طبعا ما فرطنا في الكتاب من شيء والكتاب نزل للعالمين نزيرا يا أيها الناس في القرآن ذكرت كثير أكثر من 280 مرة الإسلام رسالة واضحة منذ اللحظة الأولى طيب مفهوم علو الإسلام وسيادته وهيمانته ما طبيعة هذا العلو ما معنى هذا المفهوم يعني هذا العلو معناه أن يسود الإسلام هذه الأرض وأن يحكمها وأن تنبسط أو تبسط شرائعه ورايته على الناس جميعا الإسلام لم يأتي لكي يحبس في زاوية من الزوايا ولا في مسجد من المساجد ولا في مجموعة طقوس وشعائر تعبدية وانتهى هذا الأمر الإسلام جاء ليسود هذه البشرية ليحكم هذه البشرية بالعدل والرحمة والمساواة بعض الناس يظن أن كلمة علو معناها التكبر معناها التسلط أو الفوقية على الناس لا الإسلام جاء ليسوس الناس يا أخي العزيز ويا أيها السادة المشاهدون كل مذهب بشري وكل فكرة نبتت وكل تنظيم حتى بشكل عام وجد في هذه الحياة وجد لكي يسود فلماذا نحرم على الإسلام هذا الإسلام أصلا هو دين الله في هذه الأرض والله تعالى هو الذي خلق هذا الكون وخلق هذه الحياة وخلق هؤلاء الناس ويعلم ما يصلحهم وما يفسدهم ما يؤخرهم وما يقدمهم ما يجعلهم سعداء وما يجعلهم تعساء ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى فالله أنزل هذه الشريعة لكي تشرع للناس ما يسوسهم وما ينظم حياتهم في كل شؤونها إلى أبد الآبدين لماذا لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والأخيرة الله تعالى لا يريد منا شيء الله غني عن العالمين والله غني حميد الله تعالى شرع هذه الشرائع لما يعود على الناس من مصالح ولهذا الإمام العز بن عبد السلام أقام نظرته للشريعة الإسلامية كلها على هذا المقصد الكبير تحقيق المصالح ودفع المفاسد وجعل دفع المفاسد من جملة المصالح فأقام الشريعة كلها ونظر إليها بنضارة واحدة هي نضارة تحقيق المصالح وأورد في كتابه القواعد الكبرى عن سيدة من عباس قال إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فتأمل قوله بعد ندائه فإنك لن تجد شوف على سبيل القصر لن تجد إلا خيرا يحسك عليه أو شرا يزجرك عنه أو جمعا بين الحس والزجر فالله تعالى أنزل هذه الشريعة لمصالح الناس وحتى أوجد هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس حتى الأمة نفسها أخرجها الله للناس لمصالح الناس لتحقيق سعادة الناس لخير الناس وخير الإنسانية في كل زمان ومكان فهذه الشريعة جاءت لكي تحكم هذه الأرض ولا الحكم هنا ليس معناه التسلط على الناس ولا الفوقية عليهم وإنما قيادتهم بالرحمة وبالرأفة وبالمسواه وبالعدل وبما يحقق مصالحهم وبما يحقق كرامتهم التي قررها الله في القرآن لكل الناس ولقد كرمنا بني آدم لم يقل كرمنا العرب ولا المسلمين ولا ناس في زمن من الأزمان ولا في بني آدم ولقد كرمنا بني آدم ويا أيها الناس فهذا مقرر في القرآن الكريم والإسلام هو الرسالة الوحيدة بين الشرائع السماوية والكتب الإلهية هو الشريعة الوحيدة التي ضمن الله فيها مقومات الصلاحية الحضارية لكل زمان ومكان هذا الذي أولدنا سألك أصل فكرة العلو والإسلام هو علوه حضاري وعسكري أم أصل فكرة العلو علو عقدي فقهي على الشرائع والديانات الأخرى لا العلو هنا علو شامل بشمول الإسلام الإسلام جاء كما قلنا ليقود حركة هذه الحياة وليوجه هذه الحياة ويضبط سيرها ومسيرها وتحركاتها وأفكارها وسلوكها وأخلاقها جاء الإسلام سياسة عقيدة شريعة وهذه الشريعة شاملة كاملة تنتظم شؤون الحياة جميعا نحن عندنا نظام سياسي في الإسلام عندنا نظام إداري في الإسلام عندنا نظام اقتصادي في الإسلام عندنا حتى على المستوى الفكري على المستوى الفقهي على المستوى التشريعي على المستوى التقنيني كل هذا موجود عندنا نظام اجتماعي في الإسلام عندنا نظام اجتماعي يقوم من الأسرة جزء من هذا النظام المجتمع جزء من هذا النظام عندنا من المقاصد العامة للشريعة الإسلامية حفظ نظام الأمة ماذا شرع الإسلام لحفظ نظام الأمة وهل يعني إسلام دين يهتم بآداب أجلك الله دخول الخلاء وآداب النوم وآداب يخصص أدعاء الخروج من المنزل والدخول من المنزل ويهم الأمرا كأمر قيادة البشرية أو أمر كالحكم والسياسة أو أمر كتنظيم حياة الناس ووضع قواعد للاكتماع البشري أو أمر كالاقتصاد المتعلق بالمال والمال هو قوام الحياة وأساس الحياة وعصب الحياة ولا تؤت السفهاء موالكم التي جعل الله لكم قيامة قوام الحياة هو على هذا المال وهذا الاقتصاد والقرآن مليء بالآيات المالية والاقتصادية وملئ بالآيات السياسية وملئ بالآيات الاجتماعية وملئ بالآيات العسكرية والحربية وملئ بالعلاقات الدولية كل هذا موجود في القرآن الكريم وهناك دراسات كثيرة جدا وكتب بالعشرات بل بالمئات في كل هذه الجوانب طب هنا العلو دكتور وصفي العلو هنا علو ذاتي بمعنى بعقائد الإسلام وأدابه وتشريعاته أم أن هذا العلو متحقق وجوده من عدمه على جهود المسلمين وأعمالهم سؤال جبيل الإسلام يملك بعقيدته وأخلاقه وشرائعه عبادات ومعاملات وسلوكيات وأداب ما يجعله عاليا يعني ظاهرا فيه مقومات حكم هذه البشرية فيه مقومات البقاء والخلود والتأبيد فيه مقومات السعى والشمول والمرونة مدام هذا نظام شامل ونظام أبدي صالح وخالد خلود خلود حضاري يبقى لابد أن يحمل داخله من مقومات السعى والمرونة ما يحتضن به هذا الواقع ويبسط سلطانه بهذه المرونة والسعى على كل جنبات الحياة وعلى كل أفراد الحياة عندنا معنى معنى العموم ومعنى الشمول معنى الشمول يعني شامل كل مجالات الحياة ومعنى العموم يعني يبسط سلطانه على كل البشر وصالح لكل البشر في كل زمان وفي كل مكان إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها لكن هذه المقومات سواء في العقيدة طبعا هذا يحتاج إلى حديث طويل كيف تكون العقيدة يعني من منهجها ومن خصائصها ومن مقوماتها تجعل الإسلام دينا ظاهرا عاليا يتميز بالعلو والظهور ما هي خصائص هذه العقيدة الشريعة ما خصائص هذه الشريعة ما مقومات هذه الشريعة التصور الإسلامي ما مقوماته ما خصائصه كل هذا يحتاج إلى حديث طويل لكن في المجمل الإسلام يملك في كل هذه الجوانب ما يجعله دينا خالدا أبديا ظاهرا عاليا صالحا لكل زمن ومكان لكن هذا الأمر لن يكون بالإسلام وحده الإسلام صالح صحيح لكن هل المسلمون صالحون لن يبسط الإسلام سلطانه على الحياة ويحكمها إلا بفعل المسلمين الله سبحانه وتعالى أقام هذا الكون على أسباب ومن ضمن هذه الأسباب هي أن يقوم المسلمون بواجبهم نحو هذا الدين هو الله تعالى يقول وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا واحد سأل الشيخ شعراوي مرة بيقول له الله يرحمه بيقول له هذا القرآن غير صحيح قال له ليه قال له الله تعالى يقول فيه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل والآن كل السبيل على المؤمنين من قبل الكفار قال له أنت ماذا قلت لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين ومقتضى الإيمان أن يقوم المؤمنون والمسلمون بهذه الأسباب بأسباب قيادة البشرية بأسباب تحكيم هذا الشر ألم يتعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن إننا نحن نزلنا الذكرى وإننا له لحافظون هذا جانب يختص به الله سبحانه وتعالى لكن هل يتحقق وحده لا يتحقق وحده قام المسلمون بمقتضى هذا الواجب وبمقتضى هذا الوعد الإلهي والعهد الرباني فقاموا بتشكيل لجان ووضعوا قواعد لجمع القرآن قواعد متينة صارمة لا تقبل التشكيك ولا الريبة ولا التلفت ولا أي شيء حينما تطلع على طريقة جمع القرآن واللجنة التي شكلت بقيادة الصحابي زيد بن ثابت وبعد ذلك وضع ضوابط ومعايير وقواعد لجمع القرآن لا يمكن أبدا أن تشكك في جمع هذا الكتاب كيف حفظ القرآن حفظ القرآن بجهد المسلمين الوعد الإلهي موجود نعم لكن هذا الوعد لابد أن يقابله جهد بشري وإذا قام البشر بجهدهم لابد أن تكافئهم العناية الربانية فمن عمل بالسنن الإلهية واجهه الله تعالى بالمنن الربانية لابد أن نقوم بواجبنا حتى يتحقق وعد الله سبحانه وتعالى لنا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض وعدهد بالاستخلاث أين وعد الله الآن وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له وليودلنهم من بعد خوفهم أمن لماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا والعبادة ليس معناها الصلاة والصوم الزكاة في المساجد وفي نروح مكة المكرمة لا فقط لا العبادة هنا معناها أن يكون الإنسان عبدا لله تعالى في كل مجالات الحياة ويقوم بمقتضى استخلاف الله له في الأرض ويقوم بواجب العمارة في هذه الأرض وواجب العبادة في هذه الأرض طيب دكتور وصفي حقيقة أفهم من كلامك أن العلو هذا علو في الكرة الأرضية علو على الأمم والشعوب والحضرات والأديان والشرائع لكن كيف يفهم هذا العلو في وقت في العالم الإسلامي الآن المسلمون عادوا إلى الإسلام وملأوا المساجد وعادوا إلى أداء فرائضهم ومع ذلك ترى الإسلام أو جوهر الإسلام كما يقول كثير من المفكرين والعلماء مهمش وغير حاضر في الحياة المسلمين ليس عزيزا ليس عاليا كيف يمكن التوفيق بين هذه الحقائق وبين عدم علو الإسلام حتى في أرضه المشكلة هنا في المفهوم في مفهوم علو الإسلام التي وضحناها قبل قليل أنت قلت في سؤالك الآن أن المسلمون عادوا للمساجد وعادوا للصلاة وعادوا لكاذا هل هذا هو الإسلام؟ الإسلام ليس صلاة وصيما وزكاة هذه أركان الإسلام هذه أساسيات الإسلام أين باقي الإسلام؟ باقي الإسلام حكم باقي الإسلام سياسة باقي الإسلام اقتصاد اجتماع تربية ثقافة علوم قيادة الحياة في العلوم الدنيوية كما قادوها قبل ذلك وكما يقودونها في العلوم الشرعية العلوم في الإسلام ليست علوما شرعية فقط علوم عقيدة وعلوم أصوله وفقه وتفسيره يجب أن يحكم الإسلام حتى يعلو طبعا لابد أن يحكم الإسلام حتى يعلو ويعلو حتى يحكم كلاهما معا وجهان لعملة واحدة الإسلام لا يحكم إلا إذا على ولا يعلو إلا إذا حكم كيف يعلو من دون حكم لا لا هو يعلو من دون حكم في نفوس أصحابه أولا ثم بعد ذلك يترتب عليه السعي إلى امتلاك الأدوات في كل مجال من مجالات الحياة كيف يعلو في نفوس أصحابه يعلو في نفوس أصحابه بالفهم الصحيح له بتطبيقه عمليا فيه بالدعوة إليه كما أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم بالسعي إلى التقدم الحضاري في العلوم الدنيوية وقيادة هذه البشرية فيها عندنا مثلا جايزة نوبل جايزة عالمية كم مسلم حصل عليه كل اللي بيحصلوا عليها يهود وصهايين لماذا؟ ماذا ينقص المسلمين؟ المسلمين عندهم قوة عددية ليست موجودة في العالم عندهم قوة اقتصادية ليست موجودة في العالم لكن يقال أن هذه الجائزة جائزة سياسية أكثر منها جائزة أدبية وعلمية حقيقية يعني شوف لو وجد مسلم فرض نفسه عليها سيأخذ هذه الجائزة نجيب محفوظ أخذها وحصل عليها نجيب محفوظ أخذها من أقول كم واحد كم واحد الآن حصل عليها عندنا جوائز أخرى كثيرة جدا عالمية أين المسلمون منها؟ كم يخترع المسلمون في كل عام أو في كل شهر أو في كل إسبوع مخترعات مدية تنفع البشرية ويقودون بها هذه المجالات أرجو المعذرة دكتور أصفي أنت أدخلتنا ربما في نقطة شائكة لكن مهمة وهي عندما قلت أن الإسلام يعلو في نفوس أصحابه عندما يفهمونه ويدعون إليه كما أنزله الله تعالى هنا بيت القصيد الآن المسلمون فرق ومذاهب كل منها يدعي وصلا بالإسلام الصحيح ولا يقروا لهم الإسلام الصحيح بذلك بسبب تخالف اختلافهم كثيرا فكيف يمكن عرض الإسلام بصورته الصحيحة حتى يعلو في نفوس أصحابه ويعلو بهم في نهاية المطال هناك فرق بين الاختلاف العقدي والاختلاف الفقهي في الفروع وفي الجزئيات أما الخلاف الفقهي في الفروع وفي الجزئيات فهذا موجود منذ عصر الصحابة منذ عصر الذين ذهبوا ويصلون في الطريق والذين صلوا في بني قريزة بعد ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا اختلفت أسفامهم وتنوعت اكتهادتهم وتلقيهم للأمر النبوي فطبقه كل واحد منهم بحسب مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من كلام لكن الحرب بين المسلمين يوم حرب وجودية كلهم منهم يريد أن يلغي لآخر لا لا يوجد إلغاء لآخر ولا شيء لكن الخلاف العقدي هذا هو المحظور الخلاف العقدي يعني أنت تختلف مع عقيدة الإسلام كما هو موجود هناك في العقيدة النصرية عندهم ثلاثة أدياء البروتستانت والكاثوليك والأرثوزوكس هؤلاء مختلفون في العقيدة ولا يجز الزواج لا يجز الزواج بطائفة من طائفة أخرى لكن الإسلام في عقيدته لا يوجد أحد من المسلمين يختلف حول العقيدة هناك في فروع العقيدة بقى في فهم العقيدة لكن كأركان ستة للإيمان لا يوجد أحد في المسلمين يختلف على الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر خيره وشره دكتور لو أذنت لي يعني هنا الاختلاف ربما يكون أعمق من هذا الآن ربما متفقون على عقيدة واحدة لكن من المسلمين من يقول بأن الإسلام هو فقط شعائر وفي المسجد وثمت من يقول بأن الإسلام يجب أن يكون نظام حياة وحكم فهذا اختلاف جوهري حقيقي في النظر إلى الإسلام لا يوجد أحد مسلم إسلاما حقيقيا ويقول إن الإسلام محصور في الزوايا والمساكت ولا في أداء الشعار الكبرى فقط هذا أنا أقول إن ده نوع من أنواع الكفر إذا اعتقد ذلك فهو مرتد خارج عن الملة لماذا؟ لأنه ينكر شمولية الإسلام شمولية الإسلام أصلا لها بعد عقدي ينكر الآيات المتعلقة بالاقتصاد والمتعلقة بالسياسة والمتعلقة بالعلاقات الدولية في الإسلام وهل الإسلام شعائر فقط؟ الإسلام ما عملش نظام للأسرة؟ هذا الطلاق نفسه له نظام في الإسلام الأستاذ أحمد شاكر الله رحمه علامة هذا محدث وفقيه له كتاب اسمه نظام الطلاق في الإسلام عندنا الطهر بن عشور عامل النظام الاجتماعي في الإسلام عندنا نظام السياسي نظم موجودة في الحياة وكل ده يستدل له من القرآن ومن السنة بآيات صريحة وواضحة والمقام لا يتسع لسرد الآيات والأحاديث التي تدل على هذا فالشاعر يقول هذا الكتاب القرآن الكريم وإن فيه سياسة أتراه أمرا في الكتاب غريبة؟ إن كان تغضبكم سياسته دعوه ونقبوا عن غيره تنقيبة أو فعرضوه على الرقيب فربما أفتى فغادر نصفه مشطوبة نصفه يعني النصف المتعلق بالحياة بالسياسة بالاقتصاد بالاجتماع يا قوم تركا للرقيب وأمره وكفى برب العالمين رقيبا فالذي يعتقد أن الإسلام هو في الزوايا في المساجد في الصلاوات في القيام في التسبيح فقط ويكون هذا عقيدة عنده ويرفض أن الإسلام جاء لقيادة حركة الحياة والإسلام متضمن علوما سياسية وأصول سياسية وأصول اجتماعية واقتصادية وكذا وكذا هذا مرتد عن الإسلام لأنه ينكر أبوابا كاملة من الإسلام التي نزلت بها عندنا مدونة من النصوص الشرعية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية تتحدث عن السياسة وعن الاقتصاد وعن الاجتماع بما يمكن الإسلام من العلو ومن الظهور وبما يوفر له الأدوات والمقومات التي يحكم بها البشرية وحكم الإسلام للبشرية ليس كمثله حكم أبدا ساد الإسلام في العصر الأول في دولة النبوة في دولة الخلافة الراشدة وراء الناس الخير كل الخير لم يظلم أحد لم يكره أحد على فكرة أو على عقيدة أنا أتحد أي إنسان يأتي لي بواقعة من عصر الخلافة الراشدة أو من عصر النبوة أو بعد ذلك فيها إكره على الإسلام رغم علو الإسلام إكره على الدخول رغم علو الإسلام لكن انظر حينما سادت الفلسفات الأخرى وأنواع الحكم الأخرى ماذا فعلت أسالت الدماء قطعت الرؤوس حطمرت كل مقومات الحياة ومقومات البشرية لا يعرفون الرحمة شوفوا الحروب العالمية الحرب العالمية الأولى والثانية كم زهب ضحاياها ملايين ملايين ممليانة وبحور من الدماء طيب دكتور وصفي كيف يمكن التوفيق بين قول الله سبحانه وتعالى وعد المسلمين بالتمكين للإسلام في الأرض وبالاستخلاف والاستبدال وصولا إلى الخير وخير الإسلامي وعلوه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبة للغرباء يعني كيف يمكن التوفيق هذا كلام مهم جدا لأن بعض الناس يظن أنه بدأ الإسلام غريبا غريبا يعني بواحد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم انضمت له خديجة ثم أبو بكر ثم عدد ثم بعد ذلك اتسعى للأمر هل الإسلام سيعود غريبا يعني سينتهي إلى واحد مثلا ولا ما معنى الغربة هنا معنى معنى خطير جدا والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث سؤل حينما قال فطوبة الغرباء قالوا يا رسول الله ومن هم الغرباء لأن بعض الناس بيظن أن هذا الحديث يدعو إلى السلبية مثلا أو إلى أنه خلاص الإسلام سينتهي غريبا ما فائدة الذي نفعله الآن كل واحد يقعد في بيته خلاص ولا داعي للعمل ولا للإيجابية طب ما هو هذا يتعرض مع حديث الفسيلة إذا قامت القيامة في أحدها فليغرسها هل يغرسها ليه وغيامها تقوم هو كده الآخر لحظة الآخر نفس في الحياة أنت مطلب بالعمل وبعمارة الأرض وبالاستخلاف فيها وقيادة هذه الحياة فالغربة هنا معناها النبي صلى الله عليه وسلم فسرها حتى لا يكون لأحد افتهاد في الأمر حسم الموضوع النبي عليه وسلم فسره من هم الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس هم ذو الغرباء والإمام ابن تيمية من فقهه العظيم الآية الكريمة التي تقول هو عمل باب في كتاب من كتبه اسم باب الغرباء باب الغرباء باب الغرباء وضمنه أو يعني صدره بالآية القرآنية من سورة يونس فلولا كان من القرون من قبلكم ألو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مسرفين فشوف هنا النهي عن المنكر ممن ينهون عن الفساد ده من عظيم فقه الإمام تيمية أنه أدرج هذه الآية تحت باب الغربة وجاب حديث النبي عليه الصلاة والسلام وطبعا الحديث له روايات كثيرة جدا منها الذين يعني يصلحون إذا فسد الناس والذين يعني يقلون إذا كسر الناس أو يقلون عند الطمع ويكسرون عند الفزع في روايات كثيرة عند جمعة هذه الروايات تجد وصف الغرباء من هم الغرباء بصفات كثيرة جدا جدا تدل على الإصلاح تدل على التجديد تدل على رباطة الجائش تدل على السبات عند تجميع هذه النصوص يتضح لنا أن الفهم الصحيح لهذه الغرباء هو المعنى الإيجابي المعنى الذي يعمر الأرض الذي يقود الحياة الذي يصلح الذي يجدد إلى آخر نعم الحقيقة أريد أن أسألك عن وسائل تحقق هذا العلو والسيادة لكن ليس قبل الذهاب إلى فاصل نتابع هذا الحديث بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله وهذه عودة لمتابعة الحديث في موضوع علوي الإسلامي وسيادته والحديث دائما في حلقة اليوم مع دكتور وصفي عشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية وجدد ترحيب بكم دكتور أياكم الله أستاذ جهاد أستاذ المشاهدين المظاهر يعني إذا ما تحدثنا عن مظاهر تحدثنا كثيرا في قضية علو الإسلام إلى آخره لكن نريد أن نتحدث عن مظاهر هذا العلو كيف تتحقق يعني مظاهره وشكل هذا العلو والسيادة والهيمنة الإسلامية طبعا كما قلنا في أثناء الوقت الماضي أن الإسلام جاء ليحكم هذه البشرية لم يأتي لكي يكون في زاوية من الزوايا ولا منحصرا في مجموعة من الشعائر التعبدية والطقوس التي يؤديها الإنسان من مظاهر هذا العلو طبعا هناك جانب خاص بالتصور وهذا تحدثنا فيه الإسلام فيه من المقومات ومن الخصائص ما يجعله صالحا لهذا العلو ولهذا الظهور ولهذه الحاكمية وبسط السلطان على البشرية كلها لكن نحن نتكلم الآن عن مظاهر هذا العلو في الواقع ما الأشياء التي إذا تحققت يتحقق العلو للإسلام لو يكون الإسلام عاليا وظاهرا أن يحكم الإسلام هذه البشرية بمقومات الحكم في الإسلام بالرحمة بالرأفة بالعدالة بالمساواة بالشورى بكل شيء لكن لكي يصل الإسلام أو المسلمون إلى هذه المرتبة لابد من أسباب كثيرة قبلها ومن مظاهر كثيرة أيضا قبلها أولا أن تتحرر المفاهيم في عقول المسلمين لابد أن هذه المفاهيم مفاهيم أي مفاهيم؟ مفاهيم علو الإسلام ليس معناه الكبر وليس معناه التسلط أن الإسلام جاء رسالة شاملة الإسلام جاء ليحكم ويقود البشرية ويقود حركة حياتها ويرشد حياتها ويرشدها ويضبطها ويقوم مسارها الإسلام جاء لإسعاد الناس الإسلام جاء لتحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة الإسلام جاء لكي يحقق لهذه البشرية كل ما يسعدها وكل ما يجعلها تعيش حياة سعيدة آمنة مطمئنة وكل التشريعات الإسلامية التشريعات الشريعة الإسلامية كلها تصب في هذا الإطار ولذلك كما قلنا العز بن عبد السلام نظر للشريعة كلها من هذه الزاوية فهذا على مستوى المفاهيم أو على مستوى النظريات نأتي على مستوى الممارسات هل المسلمون في حياتهم يتعاملون على هذا المستوى أم لا هل عندنا حياة اقتصادية متطابقة مع ما جاء به الإسلام من حديث وتشريعات وأحكام حول المال والاقتصاد وللأ أم أن الذي يطفو على السطح ويطم الساحة الآن هي المعاملات الربوية هل والغش والخداع والغرر والضرر وكل هذا موجود بكسرة في نظام الأسرة هل نحن نقيم نظام الأسرة كما رسمه القرآن الكريم القرآن كما قلنا في حلقات سابقة يتحدث عن الأسرة كما يتحدث عن الدولة وأقام لهذا الكيان العزيز تشريعات لإيجاده والاستمراره إذن علوه في المجتمع طبعا علوه في المجتمع في نفوس الناس على مستوى الأسرة على مستوى الفرد نفسه كيف يفهم المسلم هذا الإسلام ما هو تصوره لهذا الإسلام هل هذا التصور الذي في عقل المسلم وفي عقل المسلمين بإجمال متطابق مع ما جاءت به النصوص الشرعية وما فاهمه به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وإلا أصبح تصورا مختلفا مصبوبا في القالب الغربي بفعل الغزوة الاستعمارية الفكرية التي غزت ديارنا وغزت عقولنا ونفوسنا على مدار ثلاثة قرون مضط نريد أن تحدث عملية تنظيف وإعادة صياغة للعقلية المسلمة متطابقة مع ما جاء به الوحي الشريف هناك نقطة دقيقة لو أذنت لي دكتور وصي أريد أن أسألك عنها يعني علو الإسلام مرتبط بطريق التعامل المسلمين مع الإسلام على أساس عاطفي أم عقلي لأنه في عصر الصحابة ساد الإسلام كيف تعامل الصحابة مع الإسلام تعاملا عاطفيا حب ورغبة في الإسلام أم تعامل عقلي يعني بمعنى أنهم يتعاملوا مع إسلام وفق تصوراتهم الذهنية احنا ما عندناش فواصل بين العقل والعاطفة في الإسلام حتى النصوص الشرعية حينما يأمر الله بأمر أو ينهى عن أمر لابد أن تكون النصوص الناظر للنصوص يجد رعاية للخطاب العقلي ورعاية للخطاب النفسي والعاطفي هو مثلا إذا أمر أمرا بيذكر السواب بتاعه ويذكر عاقبته في الحياة أنها صلاح وإصلاح وسعادة وإسعاد وفي الآخرة نفس الشيء فهذا يرغب النفس فهو يأمرك بأمر فيه صلاحك أنت وفيه للخير في العقبة في الدنيا وفي الآخرة الحياة القاصرة والحياة الباقية الأبدية فهنا يبعث يعني مثلا حينما يأمر بالصيام يأي هو الذين أمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات الصيام كتب عليكم ما قالش فورط ليخفف كما كتب على الذين من قبلكم يعني ليست فريضة جديدة هناك من فعلها وبالتالي هي في إمكانكم وليست صعبة لعلكم تتقون غاية عظيمة الكل يريد أن يصل إلى التقوى من منا لا يريد أن يكون تقيا أياما معدودات قليلة تهوين الأمر من ناحية العقلية وبعث في النفس الرغبة في الوصول إليه وفي تمثله والامتسال له حتى يصل إلى غاية التقوى فالتشريعات الإسلامية كلها تراعي البعد العقلي في الإنسان كما تراعي البعد العاطفي لا انفصال أبدا ولا يعني لا فصل في الخطاب الشرعي وفي التشريعات الإسلامية كلها بين خطاب العقل وخطاب العاطف وهكذا يجب أن يكون خطاب الدعاء خطاب الدعاء لا يجوز أن يتوجه للعقل فقط ولا يجوز أن يتوجه للقلب فقط وإنما يبغى أن يخاطب العقل ويخاطب القلب أن يقنع العقل وأن يمتع النقل العقل للقلب لماذا سألتك هذا السؤال؟ لأن كثير من المسلمين يحبون الإسلام ويغارون عليه لكن ليس له أثر في حياتهم أثر عملي لذلك سألتك عن العقل والعاطفة هنا نحن عندنا كل كلمة إيمان في القرآن الكريم مقرونة بالعمل الصالح ما ينفعش أنا بقول أنا بحب النبي ونحن في شهر ربيع الأول طب بتحب النبي ما علامة هذا الحب لما الصحابي قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله قال له أنظر لقولك فإن لكل كول حقيق فما يعني علامة هذا الحب عزل هذا الإيمان قال له أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا العرش كده أشوف الشفافية بلغت به درجة أنه كأنه يرى العرش بارزا وكأني أرى أهل الجنة في الجنة ينعمون وأهل النار في النار يتعاوون وفي البداية العزفت نفسي عن الدنيا فأضمأت نهاري ويعني أسهرت ليلي وكأني أرى علامات أنت تريد أن تنجح هل ستنجح وأنت جالس لا تزاكر لابد أن تزاكر تريد أن تتزوق هل ستتزوق هكذا دون عمل لابد أن تعمل وتوجد كذا وتجيب شأة وتجيب مهر وتجيب أساس وإلى آخره تريد أن تتبني مشروعا وتعمل شركة ولا تعمل مصنع لابد من الأخذ بالأسباب هذه سنة الله تعالى في الحياة فنحن عندنا جمع بين العقل والعاطفة جمع بين الإيمان والعمل جمع بين الدنيا والآخرة جمع شامل بين كل مجالات الحياة هذا تحدثت كثيرا عن العلو والإسلام لكن ماذا عن الأدلة الأدلة الشرعية وإذا الأدلة العقلية إذا ما كانت موجودة نعم الأدلة النقلية طبعا نبدأ بها القرآن الكريم كما قلنا منذ البداية قال الله تعالى في القرآن المكي ليكون للعالمين نزيرا للعالمين وجاهدهم به جهادا كبيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقلنا خطاب يا أيها الناس في القرآن كلمة الناس كررت أكثر من مئتين وثمانين مرة في القرآن الكريم يا بني آدم موجودة ولقد كرمنا بني آدم يا بني آدم أخذوا زينتكم إلى آخره كلمة بني آدم كلمة الناس الإنسان في سورة ما سورة الإنسان سورة الناس أول نداء في القرآن في سورة البقرة هذا للعموم ما علاقته بالعلو علاقته بالعلو أنه مدام الإسلام يعني جاء ليعلو على الناس ليعلو في الحياة أو يحكم الحياة فلابد أن تكون لديه مقومات هذا العلو ومن مقومات هذا العلو أن خطابه شامل لكل شرائح الناس لكل أصناف وأجناس وألوان الناس في كل زمان ومكان أنا لا يمكن أبدا أن أبسط سلطاني على مساحة معينة إلا إذا كان لدي مقومات هذا التي تؤهلني لكي أبسط السلطان على هذه المساحة لو أذنت لي دكتور رصفي ما تفضلت به هو دليل على العموم لكن ليس دليلا على العلو معنى أنت تستدل على العلو من خلال العموم ليس دليلا واضحا على العلو الإسلام العموم والشمول مقوم أساسي من المقومات وليس الوحيد يعني عندنا نصوص بقى جزئية مباشرة تشير إلى معنى العلو وإلى معنى أن الإسلام جاء ليكون يعني باسط سلطانه على مجالات الحياة في كل زمان ومكان الله تعالى قال هو الذي يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون الله سبحانه وتعالى يقول أيضا والله متم نوره كما قلنا متم نوره متم دي اسم فاعل واسم الفاعل غير الفعل الفعل يدل على التجدد والاستمرار نعم لكن اسم الفاعل في اللغة العربية يفيد التجدد والاستمرار والسبات متم نوره الله مظهر نبيه وفهم الهيمنة أيضا في القرآن وفهم الهيمنة طبعا الهيمنة والقرآن أصلا نزل هكذا مهيمن على كل الكتب السابقة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه مهيمن عليه الله تعالى أيضا وعد المؤمنين بالنصر وبالتمكين كما قلنا قبل قليل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله طيب احنا نريد أن نستخلف ننظر الذين استخلفهم الله تعالى في الأرض ماذا كانوا يعملون كيف كانت حالهم كيف كانت حالهم ماذا كان مسلكهم ومن حققوا شروط الإيمان نعم هل حققوا شروط الإيمان وقاموا بمقتضى الإيمان ويمتلكوا الأدوات لقيادة هذه البشرية ومهمة هذا الاستخلاف ولا لا الله تعالى خلقنا من أجل عمارة هذه الحياة والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها إني جاعل في الأرض خليفة هو الخليفة في الأرض هذا يعمل إيه؟ جاء ليكون في الزوايا والبساجد وخلاص ويصلي ويعبد الله فقط الخليفة في الأرض يخلف الله سبحانه وتعالى في الأرض بما يليق بالإنسان وصفات الإنسان عمارة الأرض الله تعالى حينما طلب من الناس أن يعمروا هذه الأرض ويقودوا حركة هذه الحياة الشيخ محمد الغزالي يقول إن بناء المصانع يعدل في الإسلام بناء المساجد فالإسلام هنا جاء ليقود الحركة حركة الحياة يتحكم في الحياة يقود الحياة وقيادة الإسلام الحياة كما قلنا قيادة متميزة راقية شاملة تجمع بين كل شيء فيه عدالة فيه رحمة فيه حب فيه إسعاد فيه مصالح الدنيا والآخر أيضا عندنا من النصوص الله سبحانه وتعالى قال وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ حق على الله تعالى لكن النصر من؟ المؤمنين أنت آمنت أم لا؟ الإيمان مش معناه كلمة باللسان الإيمان لابد أن تقوم بمقتضيات هذا الإيمان في الحياة ومن مقتضيات هذا الإيمان الرسالة المحمدية كلها جاءت من أجل تتميم مكارم الأخلاق الأخلاق دي هتكون فيه؟ بينك وبين نفسك الأخلاق دي معاملتك مع الناس سلوكك مع الناس لكن الأخلاق ذاته ينعكاس للرسوخ العقيدة في قلب النصر طبعا بالتأكيد وكمان الأستاذ عبدالله محمد عبدالله دراس في كتاب دستور الأخلاق في القرآن وأنا أنصح المشاهدين جميعا أن يقرأوا هذا الكتاب لأنه كتاب فريد في بابه جعل أستاذ جهاد يعني عنوان أنا لم أره عند غيره جعل للدولة أخلاقا أخلاق الفرد أخلاق الأسرة أخلاق ثم جعل لأخلاق الدولة إذن الإسلام هنا بيعمل أخلاق للدولة والكتاب أصلا اسم دستور الأخلاق في القرآن الكريم فما هي الآيات القرآنية والتشريعات الإسلامية التي شرعها الإسلام من أجل أن تكون الدولة بممارساتها وأدائها مع الناس في الحكم والسياسة والقيادة محفوفة بهذا السياج الأخلاقي الذي يمنعها من الظلم ويمنعه من البطش ويقيم أداءها على الصراط المستقيم فده القرآن الكريم مليء بالآيات التي تدل على ظهور الإسلام السنة النبوية أيضا فيها أدلة كثيرة جدا على هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا يتمنى الله هذا الأمر بعز عزيز وزل جليل وقال لا يبلغن هذا الأمر في حديث صحيح مسلم ما بلغ الليل والنهار وسيدخل كل هذا الدين كل بيت مدر أو وبر مدر يعني الحجارة ودي إشارة للمدينة والوبر اللي هو الشعر الخيوط والشعور وكذا البداوة بعز عزيز أو بزل زليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وزلا يزل به الكفر وأهله في رواه أحمد والطبراني ورجاله أحمد رجاله الصحيح فبرضو حديث الضعينة لا يتمنى الله حتى تركب الضعينة من حضر موت إلى صنع والراكب لا يخشى إلا الله والزئب على غنمه الحديث التي وردت في عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة حديث الموجود في صحيحة مسند أحمد وغيره بإسناد صحيح تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم ينزعها الله إذا شاء أن ينزعها وبعد كده بيكون حكم يعني عاض وبعد كده حكم جبري وبعد كده ثم تكون خلافة على منهاج النبوة هناك كلام عن أو نصوص نبوية واردة عن قتال اليهود لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهود وراء الشجر والحجر إلى آخره هناك أحاديث تحدثت عن التجديد تجديد هذا الدين وعن المجددين إن الله تعالى يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأم من يجدد لها دينا هناك أحاديث عن علو الإسلام كثيرة جدا هناك وعود نبوية النبي صلى الله عليه وسلم وعد بفتح القسطنطينية وقد فتحت سنة ألف في القرن الخامس عشر الميلادي وهناك جزء من الحديث لم يتحقق بعد وهو فتح رومية لم يتحقق بعد ونحن في انتظار تحقق هذا الموعود وبعدين نحن في انتظاره ليس معنا أن نحن نفضل أعدي حتى يتحقق هذا الوعدي لا بد من الأخذ بالأسباب والإعداد بالقلم واللسان والسيف والسنان وبكل الأدوات استشدت دكتور وصفي بنقطة مهمة هي دكتور محمد عبدالله دراز دراز عفوا في كتابه دستور الأخلاق في القرآن حقيقة هذا الموضوع ينطوي على قضية علو الإسلام بمعنى أن هذا وغيره كثير من المفكرين والعلماء الإسلاميين قرروا قضية الأخلاق وأسية الأخلاق في الحضارة الإسلامية وهنا ينشأ الحديث عن أهمية موضوع علو الإسلام لأن الحضارة الغربية لا تقيم وزنا للأخلاق والأخلاق عندها متغيرة وغير ثابتة إذن هذا العلو كيف نفهمه في سياق هذا الصراع الحضاري بين الأمم والشرائع عندنا تتميما لما تفضلت به لأن الحضارة الإسلامية كحضارة علت في فترة من الفترات وسادت الأمة يعني بصراحة نحن بحاجة إلى حديث عن خصائص هذه الحضارة حينما علت وحينما حكمت وحينما قادت البشرية كانت تتميز بالأخلاقية وكانت تتميز بالربانية قبل الأخلاقية لأن الربانية هذه خصيصة تنفرع منها كل الخصائص التي تأتي بعد ذلك هذه الحضارة كانت حضارة واسعة شاملة أدخلت كل الأجناس وكل الأطياف تحت جناحها وتحت سلطانها فاستطاعت كل هذه الأجناس وكل هذه الألوان وحتى كل الملل لكي تسهم في بناء هذه الحضارة بسطت الحضارة الإسلامية جناحها على كل هذا وأتاحت لكل الأجناس والملل والنحل أن تسهم في بناء هذه الحضارة وأن يقدم كل واحد منهم كسبه وإضافته لإقامة هذه الحضارة أما الحضارات الأخرى حين تسود فنحن نرى الآن الدماء في كل الأراضي حتى أصبحت بيدنا الآن بعض بلادنا التي تنسب العربية والإسلام أصبح المسلمون يلقون بأيديهم صنوف العذاب كما لو كنا تحت احتلال وتحت حتى إن بعض الدول العربية يعني لا توجد مصيبة في العالم إلا وهذه الدول وراءها فنحن نقول الآن هناك أدلة نصية من القرآن الكريم ومن السنة النبوية أيضا هناك أدلة من السنن السنن الجارية في الواقع السنن الجارية التي أقام الله عليها الحياة والأحياء من سنن الله تعالى في الكون التداول سنة التداول يعني إذا كانت الراية كانت موجودة مع المسلمين والراية انتقلت الآن منهم إلى غيرهم ستعود هذه الراية مرة أخرى والله تعالى إن لم يقم المسلمون الآن بواجبهم سيسخر الله تعالى من المسلمين من يقم بهذا الواجب طبقا لقول الله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين سنة التغيير الله تعالى أقام هذا الكون على لكن معذرة سنة التداول هذه قد يفهم منها المشاهد الكريم أن هذه تنقض مبدأ علو الإسلام مدام الأمر تداولا بين الأمم والحضرات والشعوب فكيف يكون الإسلام عاليا في كل زمان لأما هو التداول إذا قصر المسلمون في سنة التدافع قبل التداول فلابد أن تدول الأمور إلى غيره أما إذا ظلوا مرابطين على صغور الإسلام ومتمسكين ومتشبسين بامتلاك الأدوات التي يقودون به هذه الحياة خلاص يعني الخلافة العثمانية كم عاشت؟ عاشت ستة قرون وهي تقود لتقود ما تشرق عليه الشمس لكن تداول الذي تقرره الآية هو سنة ربانية ماضية ومتحققة متحققة لكن مبنية على سنة التدافع إذا لم نقم نحن بالتدافع خلاص ستدور الأمور إلى غيرنا ثم تأتي سنة الاستبدال لأن السنة الربانية وهذا موضوع خطير جدا ومهم السنة نبوية يرتبط بعضها ببعض عندنا سنة التدافع التي يترتب عليها التداول ثم بعد ذلك النصر والتمكين إذا لم نقم بالتدافع من البداية خلاص ستدور الأمور إلى غيرنا ثم نزوى ونزبل في مكان بعيد حتى نستجمع بعضنا مرة أخرى ونمتلك الأدوات ونسعى لكي نبدأ مرة أخرى بسنة التدافع ثم يأتي التداول ثم النصر والتمكين بعد ذلك ووصولا إلى مرتبة الشهود الحضاري التي أناط الله تعالى هذه الأمة بها ووصفها بها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد عندنا أيضا من الواقع نفسه اللي احنا عايشينه الآن الأمة الآن في هذا الواقع هناك خلايا مناعة تتجمع في الأمة هناك حراك شعبوي منتشر وينتشر الآن ويتمدد ويتسع في الأمة بكل قطاعاتها وبكل شعوبها وفي كل الدول الأمور انفجرت في أكثر من مكان وهذا العصر هو عصر الشعوب بامتياز وقبل هذه الفترة التي نعيشها قبلها مثلا بنصف قرن لم يكن هناك أي حراك للشعوب فهذا يبشر بالخير الأمور الآن يعني أصبحت وطبع عندنا واحد زي محمد أسد مثلا في كتابه الإسلام على مفترق الطرق فالسوف النمساوي الذي أصله نعم هو ألفه في دله عام 1934 كان يتكلم عن هذا التداول الذي يجري الآن تداول الانتقال من الحضارة الغربية إلى الحضارة الإسلامية مرة أخرى ولم يكن هناك أي أمور تبشر بهذا في عصره لكن في كتابات الغربيين وفي كتابات المستشرقين هناك خوف وزعر ورعب من عودة الإسلام وحضارته مرة أخرى لأنهم الآن ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ويعطلون هذه المسيرة ويخافون من هذا البعبع العملاق الذي إذا خرج من قمقمه فلن يكون له عودة وسيسود الأرض بالعدل والرحمة والمساواة والشورى للبشرية كله مفهوم العلو والسيادة والهيمنة الموجود ذاتيا في الإسلام من خلال العقائد وتشجيعات كيف ينعكس على خصائص المسلمين النفسية والذهنية أفرادا ومجتمعا نعم أول مظهر من مظاهر انعكاس هذا المعنى هو أن يكون المسلم عزيزا نشعر بالعزة لأنه ينتمي إلى دين عزيز يمتلك مقومات العزة والعلو والهيمنة وفيه علاج لكل أمراض الحياة فيه أدوية لكل أدواء الحياة وكل علالها وأمراضها لا يوجد مشكلة في العالم إلا وللإسلام فيها مقال لا يوجد علا أو مرض في الواقع إلا والإسلام مقدم لها الحل وأن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول في كتاب الرسالة إنه لا تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها الدليل على سبيل الهدى ممكن ما يكونش بشكل تفصيلي لكن إجمالا استقراءا استقراءا موجود إجمالا موجود وضع أيدينا على الحل وأنت تسير في سبيل الهدى الذي أداك إليه هذا الدليل فهذا المظهر الأول أن يشعر الإنسان بالعزة لأنه ينتمي لدين عزيز والله تعالى ذكر ذلك صراحة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عزة المؤمنين منبسقة عن عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذا منبسق عن عزة الدين وعزة الله سبحانه وتعالى الإسلام عزيز بعقيدته عزيز بشريعته عزيز بأخلاقي عزيز بنموذجه الحضاري الذي قدمه للأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ساد الناس بالعدل بالرحمة بالخلق بالاستيعاب بالشمول بالتوازن بالسعى بالمرونة بالأخلاق الراقية بالسلوك الراشد بكل شيء عندنا حكم تجربة فزة لم تسموا أو تدانيها البشرية في أي عصر من عصورها فالعزة هذا أمر عظيم المظهر الثاني من مظاهر انعكاس هذا المعنى على حياة المسلم هو أن يسعى المسلم نحو امتلاك أدوات ظهور الإسلام وعلو الإسلام لكي يتحقق هذا العلو على الأرض حقيقة الطقاء والحيوية صحيح لأن الإحساس طبعا القناعة الزهنية أولا العقلية وضبط المفاهيم وتصحيح المفاهيم ثم سيترتب على هذا شعور بالعزة والفخر الشديد بأننا يعني مسلمون وننتمي لهذا الدين العظيم وهذا كله يحمله على أن يترجم ذلك إلى سلوك عملي حضاري يمتلك به الأدوات ويسعى به إلى أن يبسط الإسلام سلطانه على كل مجالات الحياة كما هي العادة بقي دقيقتان أريد أن أسألك عن ما يمكن أن تضيفه لهذه الحلقة مما لم أسألك عنه في هذا نعم أنا في الحقيقة أريد أن أقول أن هذا موضوع هذه الحلقة موضوع مهم وأساسي ومن مسوّغات الحديث عنه أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نبشتر ولا ننفر والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وأننا في هذا الواقع البائس الذي ربما تسيطر على مشاعر المسلمين فيه مشاعر الإحباط الإحباط ومشاعر فقدان الأمل وفقدان البصلة والهدف أنه لابد أن نذكر الناس بأن هذا الإسلام جاء ليحكم وسيحكم إن شاء الله ويعود الحكم مرة أخرى وأيضا لأن هناك أفهاما مغلوطة في التعامل مع بعض النصوص الشرعية وفي التعامل مع بعض التصورات الإسلامية أحاديث مثلا آخر الزمان التي حديث نزول عيسى وأحديث ظهور المهدي وهذه الأحاديث التي يعلق عليها المسلمون آمالهم ينتظرونها وهم جالسون آملا في ظهور المهدي أو نزول عيسى أو غيره لا أنت مطالب بأن تفعل ونحن عندنا من آيات القرآن والسنة النبوية كما استعرضنا ومن تاريخ البشرية وتجربة الحضارة الإسلامية وعندنا من المقومات الوقعية من الحضارة ومن المال ومن الاقتصاد ومن الزرية الكاثرة ومن الموارد البشرية الموجودة والمالية ما يبشرنا بكل خير وهذه الصحوة الشعبية العربية الإسلامية القائمة هي أيضا تبشر بالخير الكثير لهذه الأمة ولهذا نتحدث دائما عن التبشير ونتحدث عن التفاؤل ونتحدث عن الأمل والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل الحسن فالإسلام إن شاء الله سيعود مرة أخرى ولكن بفعلنا بالأخذ بالأسباب بالسعي لامتلاك الأدوات بالشعور بالعزة بتصحيح المفاهيم قبل كل شيء بالسعي للترجمة عن هذا العمل وهذه العزة وهذا الشعور بعلو الإسلام سلوكا راشدا وأداءا مميزا وامتلاكا للأدوات التي تمكن المسلمين من ظهور الإسلام وبسط سلطانه على البشرية كلها إذن سيعود وجوبا بهذه الأجيال أم بغيرها قضية متحققة أشكرك شكرا جزيلا دكتور وصفي وشاهدنا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في نهايتها أشكر ضيفي المكرم دكتور وصفي عشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية كل الشكر لكم في حراسة الله وتوفيقه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة